أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الانتهاء من تطعيم 75% من البالغين من العمر 40 عاما فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة مشيرا إلى أن ما تحقق من وصول للنسبة المنشودة يؤكد ما يتميز به الجميع من وعي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع بما يسهم في تعزيز المناعة وتحقيق الحماية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وصولا للتعافي التام منه والقضاء عليه معربا عن شكره وتقديره لهذه الفئة على تجاوبها مع المعنيين في الحملة الوطنية للتطعيم ونوه الفريق الوطني الطبي بأنه سيتم معاودة اعتماد المستوى الأخضر حدا أدنى لآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءا من يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر سبتمبر عام 2021 وحث الفريق الوطني الطبي جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية من أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي لجائحة فيروس كورونا مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت تتطلب تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية للمحافظة عليها بما يضمن صحة وسلامة الجميع ويدعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب